السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ومصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أرحب بكم من جديد دائما معكم سيد إن شاء الله أصدقائي كما وعدتكم دائما تكلموا عن المفيد ثم المفيد سنتكلم إن شاء الله اليوم عن تغريد طائر الحسون ما يعني نحن نتكلم لك عن النوطات وما يشرح النوطين لكم ما يشرح نتكلم لك عن التغريد الجيد والتغريد الموجود لا سنتكلم عن المشاكل التي ستصادف بعض المربين أن الطائر يتوقف عن التغريد أو لا يغرد مهم سنتكلم عن بعض المشاكل أول شيء أصدقائي واحد الفكرة كنا نعرفها ونحن صغر لكن كي كبرنا وتعلمنا والحمد لله عرفنا أنها خاضعة حسون كاتسيزن يعني يغني على مدار العام وقت مرحلة تغيير الريش وقت الراحة ووقت كانوا بكري يسموه كاتسيزن ما عندها هذا الحسون مميز عن باقي الطيور الأخرى وهذا خاطئ كما راكم تشوفوا عندي أنا عندي طائر حسون ما شاء الله بسم الله ما شاء الله را في مرحلة تغيير الريش را يغرد راكم تفرجوا الله بكل يوم يوميا يغرد الحمد لله ما يعنيش أن الطائر تعينا كاتسيزن لا يعني أن الطائر تعي را بصحة جيدة معنوياته مرتفعة وكذلك ثابت مئة بالمئة في القفص هذا هو الشيء الذي يجعل الطائر يغرد إذا كان عندك طائر في مرحلة تغيير الريش توقف عن تغريد تماما معنتها المشكل عندك ما شيء كاين طائر يغرد في وقت مرحلة تغيير الريش يسموه كاتسيزن والطائر اللي يسكت مش عاوش يسمين هدو سيزن ولا ان سيزن لا لا إذا كنت تخدم مع الطائر تاعك خدمة زينة خدمة جيدة وتعبت عليها راح تلقاه يغرد لك دائما يعني ما توقفش عن تغريد ربي سبحانه خلقه للتغريد يبقى يغرد وبالنسبة للطائر هذا أحسن شي في حياته أنه يغني طائر حسون يتوقف عن تغريد يحسب الاكتئاب لازم يغني بالصحة باش يغني لازم انت تعاون طائر هذا باش تعاونه قلنا يا أصدقائي طائر الحسون لازم هرمون السعادة اللي هو الاستحنى والتشبيس وكذلك إذا حب الطائر تاعك يكون يغرد لك في مرحلة غيير الريش ومرحلة الراحة لازم يكون بصحة جيدة وتخرجوا للطبيعة إذن هنا الحالة نفسيا تكون الملاحة اللي يتخريه يغرد حتى ولو يغرد بصوت متقطع ولا صوت غير مبهوم ولا صوت منخفض حكاية ديله لحسل ومن شعب وجدده أجمعه رهسيف يعطيك في نصائح تفيدك ما يمدلكش الغالب صحيح إذا كانت كيموها كامل ذكروا نجيبه لحسل حر ونمدوا لطائر تاعنا ونستمتعوا بالتغريد على أن نخرجوا للطبيعة وعلى أن ندلوا للاستحمام وتشمي يصيبوا نجيبوه للدار ندلوا شوية حسل حر أي ونقول له غني لا لا الأبكار الخاطئة القديمة اللي علموهنا في صغرنا إن شاء الله رح كامل انصحوها حسون كي يغرد بكل الأوقات بمرحات غيار ريش مرحات الراحة مرحات الجهوزية ومرحات الإنتاج يحتاج إلى النفسية المرتفعة ومتاعه يحتاج إلى الاستحمام والتشميس والأكل الجيد ويكون بصحة جيدة إذن عندك الحسون توقف في مرحات غيار ريش المشكلة رح فيك مكش تخرج الحسون مخليه في غرفة مظلمة في لامي ديتي الأرطوبة هذا هو المشكل اللي يخلي الحسون توقف عن التغريد ويحسب الاكتئاب خرجوا براء أعطيه يستحم أعطيه الأكل اللي يحوس عليه أعطيه الخيار مرة ولا يوم بيومين قدر تجيب له التفاة بجيب له اللي تقدر تمده له ومده له صحيح لكن أكد أكد ونأكد لك أنه إذا حبيت الحسون تكون مليح خرجوا للطابعة لأن الطابعة هي أحسن شي تدخل في الألوان تدخل في الصحة تدخل في التغريد في كل شيء صحيح كاين البعض يقول لك أنا عندي حسون عام مغرج أو عندي فرق حسون في عمره ثلاث أشهر أربعة أشهر حتى سبعة أشهر لا يستطيع التغريد إذا يا صديقي يا صديقي المشكلة ليس بالحسون المشكلة لك أن تتعامل مع الحسون إذا قدمت له ربع حبات حلبة بالمشربية إضافة إلى ورقة نعناعية إما تمدها له مباشرة يأكلها إذا ما حبش ديرها له مع الحلبة بالمشربية هذا تريحه تقريباً بالنسبة 10 أو 20% في نفسيته خرجوا الاستحمام خرجوا التشميس كذلك خرجوا للطابعة لكن لكن لا تخرجوا خمسة دقائق أو عشرة دقائق للطابعة وتقولي أخي صيف الحسون تعي ما هو شي غرب أقول لك المشكلة وراء أقول إذا كان شريط فرق حسون أو حسون كبير مفزوع كبير مفزوع لكي يجب أن يغني يجب أن تتعبب معه يجب أن تخرجوا للطابعة وتحفزوا بالبتباتة بعيدة حسنا يبدأ أن يغير بشيء لأنه يكون خائف وأنه يكون زوج خائف ثم يبدأ أن يخرج النوطة زوج من ناحية التائرة نفسيا يغني لك خير شيء ما تتوقعه هذا بالنسبة للفراخ وبالنسبة للطيور الكبيرة يعني أصدقائي ما كان طائر لا يعرف أن يغرد لا تقول لك طائر يجب أن يفرح ولم تسمعونه ومستحيل حتى لو كان سامع النوطة على طائر الدوري وينطقها يعني مستحيل ومستحيل إذا كان لديه خزانة طائر خلوي مشري من السابة حافظ في الطابعة طائر زيت في القفص حافظ طائر زيت في السباكة حافظ طائر مربية الكاماري حتى لو كان يكون حافظ النوطة على الكاماري يعني يغرد يغرد إذا لم يغرد قلنا أحد المشاكل ولا أحد الأسباب اللي هي أن الطائر هذا مبزوع لازم نخدم له على الراحة النفسية لازم تتعب معها إن شاء الله حتى ترجع الحسن هذا مليح ثاني سبب لهو مرض الطائر يعني إذا كان طائر مريض بمرض صعيب عليه وراء مؤثر فيه كثيرا إذن هنا سيتوقف لك على التغريد إن شاء الله حتى تشخص لنت المرض وتبدلوه في العلاج كي يبرع إن شاء الله رح يرجع للتغريد كاين سبب آخر اللي هو الباش الرئوي ولا ضيق التنفس إذا كان ضيق تنفس حاد ولا الباش الرئوي بكثرة عنده بأثر عليه ملحسه لا يستطيع التنفس معلتها لا يستطيع التغريد لازم تتخص طائرتك إذا كان مريض مرض تنفسي داوي كاين عدة أدوية أزمة كوة دوال أمراض أربعة وإذا كان في الفاش الرئوي عندك الإبوماك يعني قطرة في الرقبة لمدة قطرة اليوم تخليها أربعة عشر يوم بدون استحمام تعود تقدم له القطرة الثانية لما تعرفش عند البيطاري أو عند محلات بيع لوازم الطيور هو الذي يضع لك الباكسة للطائر إن شاء الله يذهب إلى الباش الرئوي سيبدأ يغني إذا حكاية الحسن للحر وحكاية من يشعر أن يضع له هذك ودع له هذك غير انساء حسنا الحسن للحر يساعد الطائر لكن مشيكم متوقف على التغريد كيتشربوا الحسن الحري والغرد والزنجابي وحكاية ونلتقي من موضوع آخر وشكرا